معنا من بروكسل مراسل القيرة الإخبارية سلامة عطلة سلامة صباح الخير كل عام وأنت بخير دعني أبدأ من أهم الموضوعات المدرجة على أجندة هذا الاجتماع ولأي درجة أيضا تمرد فاغنر والأحداث التي شهدتها روسيا الأسبوع الماضي تسيطر على اجتماع القادة في هذه القمة صباح الخير كل عام وأنت بخير صحفيون كما ترين ينتظرون الوصول القادة الأوروبيين الذين سيعقدون اجتماعات متواصلة على مدار يومين سيفتتحون هذه القمة باللقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وهذا هو الموضوع الأساس على أجندة القمة الأوروبية فيما يتصل بالضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا أوكرانيا تطلب بوضوح أن يعطي الأوروبيون والأطلسيون وعدا واضحا بأن أوكرانيا ستنضم لحلف شمال الأطلسي عقب انتهاء الحرب مباشرة دون اتباع الإجراءات المطلوبة لأن انضمام أي عضو لحلف شمال الأطلسي يحتاج أن يستوفي العضو عدد من الشروط الطويلة التي يمكن أن يستغرق تنفيذها سنوات طويلة لذلك لا تريد أوكرانيا أن تصل إلى هذا المستوى وتريد أن تأخذ استثناء وتنضم سريعا إلى حلف شمال الأطلسي هذا مرفوض ولذلك يتم البحث عن بديل اليوم سيعيد الرئيس الفرنسي ما كان قاله سابقا حول الضمانات الأمنية طويلة الأمد لأوكرانيا على الصيغة أو وفق الصيغة الإسرائيلية بمعنى أن الناتو أعطى لإسرائيل ضمانات أمنية ليس فقط الناتو وإنما أيضا دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة باختصار أن فرنسا تريد أن يكون لأوكرانيا اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول الأعضاء سواء في الاتحاد الأوروبي أو في حلف الناتو وكذلك اتفاقيات متعددة الأطراف على ألا تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وألا يعطى وعدا دقيقا لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي والهدف أن يدافع الأوكرانيون عن أنفسهم ولا يضطر يوم من الأيام أي من الأعضاء أو حلف شمال الأطلسي أن يدافع عن الأوكرانيين باللحم الحي هذا ما يريده الأوروبيون لأن الأوكرانيين تعرفين بأنهم يتحسسون المستقبل يعرفون بأنهم إن لم يأخذوا الآن ضمانات وهم يقاتلون دفاعا عن أوروبا لن يستطيعوا أخذ أي ضمانات إذا ما انتهت الحرب وكل الحديث الآن هو لتسوية ما بعد الحرب ويرد الناتو على الأوكرانيين لا تستعجلوا الانضمام ولكن ركزوا على الميدان أي تقدم على الأرض وأي أراضي جديدة يمكن أن تعيد السيطرة عليها يعني ستقوي موقفكم خلال المفاوضات القادمة صحيح هل هذه سلمة المنهجية؟ لذلك البحث الآن مستفيد هل هذه هي المنهجية التي تحدث عنها مكرووس تولترمبرغ بالأمس في فرنسا في مؤتمر مشترك؟ يعني الرجولان تحدث عن عملية إيجاد منهجية وإرسال رسالة اتحاد ووحدة وتقديم الدعم إلى أوكرانيا ومناقشة كيف يمكن لأوكرانيا أن تكون جزءا من هذا الحلف وأي مدى زمن يمكن أن يقدم لهذه العملية؟ هذا هو الموقف الفرنسي ولكن المواقف الأوروبية المختلفة لا تتفق مع هذا الموقف هناك دول لا تريد لذلك النص اليوم في مسودة القمة التي تتم تسريبها تتيح للدول الأعضاء أن تتهرب من أي مسئولية بمعنى أن تعطى أوكرانيا ضمنات أمنية مع أخذ الاعتبار لأي مصلحة أو هدف لأي دولة من الدول الأعضاء لا يستطيعون بمجموعهم أن يتخذوا قرارا موحدا بشأن الضمنات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا لذلك البديل هو الاتفاقات الثنائية لا يستطيع لا الأوروبيين ولا الأطلسيين أن يقدموا ضمنات أمنية بشكل موحد للأوكرانيين في هذه المرحلة طيب مع انتقال قائد مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا والسماح له بممارسة نشاطه بالإضافة إلى السماح أيضا للبيلاروس بالانضمام إلى هذه المجموعة الخاصة تحدث الرئيس البولندي تحدثت لتوانيا عن مخاوفها من موجود هذه المجموعة على أمن أوروبا خاصة من الجهة الشرقية كيف أيضا يلقي ذلك بظلال على قمة وهل تساور أو يساور القادة الأوروبيون نفس المخاوف يتشاركونها مع بولندا مثلا تداعيات التمرد العسكري المجهض لا تزال في بداياتها حقيقة هذا حدث كبير جدا وسيأخذ مسارف المداولات السياسية والأمنية ليس هناك تقييما أوروبيا واضحا لتداعيات ما يحدث نعم هناك صوت طويل عريض يقول بأن المؤسسة العسكرية الروسية تعرضت لصدع كبير ربما هناك شق من هذه المؤسسة ترسل رسالة إلى الغرب بأنها غير راضية عن الحرب في أوكرانيا ولذلك سهلت أو غضت البصر عن المؤشرات التي كانت تقود حتما إلى حصول ما حصل من تمرد عسكري لكن هناك مربع آخر معسكر آخر داخل التكتل الموحد يقول بأنه رغم التمرد العسكري لا تزال روسيا قوية رئيس الوزراء المجري يذكر الأوروبيين بكتور أوربان يذكر الأوروبيين بأن روسيا لا تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها دول الاتحاد الأوروبي روسيا قائمة على الجيش والمخابرات والشرطة وما حدث والإجهاض السريع لهذا التمرد العسكري أو هذه الصفقة المبكرة يعني بأن روسيا لا تزال متماسكة والتعويل لا يجب أن يكون على مزيد من التصدع لكن بالمجمل يتفق الأوروبيون والأطلسيون على أن أي تمزق لوحدة روسيا أو حدوث فوضى في روسيا هو ليس مصلحة بالمرة لأن هذه دولة بحجم قارة لديها أسلحة نووية ستلاف رأس نووي يمكن أن يتوزع بين أمراء الحرب وهذا يشكل تهديدا خطيرا للقارة على مدار عقود قادمة هذه المسألة يبحثونها تقييمات مختلفة هناك أيضا من يذهب أبعد من ذلك ويقول بأن هذا رأس الخيط نأخذه من الرسالة التي وصلت عبر هذا التمرد ويمكن أن نعزز معسكرا داخل المؤسسة العسكرية ونحدث لذلك تتحول عمليا الحرب إلى حرب استخباراتية الآن أكثر من كونها ميدانية وفي المقابل أيضا لا ينسى الجميع بأن التحضير لمرحلة المستقبل إمكانية وجود سلام مع التقارب الأمريكي الصيني ومع اللهجة التي سيتخذها اليوم لاتحاد الأوروبي اللهجة المخففة تجاه الصين هذا كله يعزز ضرورة التحضير لمرحلة ما بعد الحرب لذلك أوكرانيا تريد استغلال هذه المرحلة تأخذ ضمانة أمنية والأوروبيون يريدون أن يقدموا لأوكرانيا ما يمكنهم من خلاله أن يضمنوا موافقتها في النهاية على أي صيغة سلامة طيب التحضيرات على قدم وساق للقمة المقبلة لحلف الناتو في فالينس الشهر المقبل وقوالات ماكوكية وصول رئيس وزارة فولندا رئيس اللتواني مقالته أيضا بالأمس رئيسة وزارة فولندا في بروكسال إلى أي درجة أيضا قمة فالينس قمة أنتو المقبلة سيكون لها جانب من النقاشات بين القادة اليوم جانب كبير ومهم لأن هذه القمة يفترض أن تظهر قوة الناتو بعد أكثر من عام ونصف من الحرب أو تقريبا عام ونصف من الحرب يفترض أن تظهر الوحدة والتماسك داخل حلف شمال الأطلسي وأن تقدم وعدا ملموسا لأوكرانيا كجائزة للقيامها بالحرب نيابة عن أوكرانيا أو على الأقل التضحية الكبيرة التي تقدمها ثانيا موضوع السويد كان دوما يأمل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن تتوج قمة الشهر القادم بانضمام السويد لتصبح العضو 32 في حلف شمال الأطلسي لكن لا يزال بيتو التركي قائم ومعوق لذلك هناك اجتماعات أيضا سيقدم الرئيس التركي أردوغان إلى بروكسل لإجراء محادثات غريب أن يأتي إلى بروكسل لإجراء هذه المحادثات يبدو أنه يريد أن يعصر هذه الفرصة حتى آخر قطرة يريد أن يأخذ إذا ما قدم أو إذا ما رفع هذا الاعتراض عن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي أن يحصل على مكافآت منها صفقة الطائرات الـ F-16 الأمريكية أيضا مكافآت اقتصادية أوروبية لها علاقة بالجوانب الاقتصادية أو التي يحاول أردوغان أن يصلحه في اقتصاد بلاده من خلال الانفتاح مع الاقتصاد الأوروبي هذا الموضوع حساس إن لم يتمكن الأطلسيون من إيجاد صيغة ستكون قمة باهتة لكن ما يمكن أن بالمناسبة هذين الموضوعين الرئيسيين التي تركز عليهما القمة في فيلنيوس في لتوانيا موضوع انضمام السويد واحد وموضوع الضمنات الأمنية لأوكرانيا الضمنات الأمنية المستقبلية فيما يتصل بالضمنات الأمنية المستقبلية لا تزال النقاشات جارية وفيما يتصل بالسويد لا تزال الملفات مفتوحة ولم يتم الحسن لذلك يعمل الساسة بشكل متواصل وحثيث على أن يصلوا إلى ذاك الموعد وقد حققوا جزءا يمكنهم من خلاله أن يظهروا بأنهم متماسكين من بين ما جاء على لسان يانس ستولتنبرغ بالأمس إنه قال إنه في قمة فالينيس المقبلة سيتخذ قرارات لدفاع عن أمن أوروبا وأمن دول الحلف في عالم أكثر خطورة وقال إنه هناك مناقشات ستدور في مجال الاستثمارات الدفاعية ومسألة الحد الأدنى من الميزانيات الدفاعية كيف ستنعكس هذه الأداف لحلف النيتو على نقاشات بين القضاء أيضا خاصة في ظل ما ذكرت السلامة من أنه ستناقش أيضا أمن الحلف لسنوات مقبلة هذا أيضا موضوع مفتوح بين الأوروبيين والأطلسيين كان أمل لدى الأوروبيين بأن يكون لهم صناعة دفاعية متماسكة موحدة غير خاضعة للشروط الأمريكية بمعنى أن يتم إنتاج ما يريده الأوروبيون من إنتاج عسكري داخل أوروبا ولكن دون الحاجة إلى التعاون مع الشركات الأمريكية التي يمكن أن تأخذ اليورو من الأسواق الأطلسي في المقابل لا يريد لهذه الرؤية الأوروبية أن تكون قائمة على الأرض ولذلك حينما عقد اجتماعا مع ممثلية صناعات العسكرية الدفاعية تم استدعاء أو دعوة عدد كبير من الشركات الأمريكية على حساب شركات أوروبية أخرى صناعات دفاع عسكرية أوروبية لذلك لا يزال هناك نقاش كبير فرنسا مصممة على ضرورة الاستقلال الاستراتيجي سواء فيما يتصل بقرار الحرب والسلام بالسياسة وبالصناعات الدفاعية تريد أن تبيع أكثر هي منتج للصناعات العسكرية وتريد لكن كل هذا لم يمنع على سبيل المثال الخلاف بين فرنسا وألمانيا أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي حول منظومة الدفاع الجوي كانت فرنسا تريد من باقي الأوروبيين أن ينضموا إليها ويتخذوا موقفا موحدا داخل النيتو للقول بأننا كأوروبيين سنقوم بتأمين منظومة الدفاع الجوي بوحدنا ومن أسلحتنا ومن إنتاجنا وبأموالنا لكن ألمانيا لم ترغب بذلك وشكلت تحالف مختلف وتستورد أسلحة من إسرائيل ومن كوريا الجنوبية ومن مناطق أخرى غير المصانع الأوروبية هذا أيضا موضوع خلافي بين الدول الأوروبية لم يحسن بعد فيما يتصل بالصناعات الدفاعية وتوحيد الصناعات الدفاعية وتشكيل البنية التحتية لما يمكن أن يشكل مستقبلا صناعة عسكرية أوروبية مستقلة شكرا جزيلا لك من بروكسل مرسل القهر الإخبارية سلام عطلة شكرا